الكل يترقب قرار مركز التحكيم في القضية اللي رفعها نادي النصر على مشاركة أو أهلية مشاركة اللاعب محمد كنو حتى اللحظة هذه ما فيه أي قرار سألنا يعني وأنا أتوقع زي ما قلت لكم يعني اليوم عطوهم لين تسعة الصباح آخر موعد للرد وصلت الردود من اتحاد القدر ومن نادي الهلال ما توقع يمكن الليلة ينكم على بكرة بكرة الخميس راح يصدر القرار النهائي في هذا الموضوع طبعا في حرص أنه لازم القرار يطلع قبل بداية الجولة تسعة وعشرين اللي راح تكون يوم السبت القادم فيعني الخميس خميس بالكثير راح يطلع القرار التوقعات أنه لن يكون هناك أي تغيير على سلم التبتيب لكن كل شيء وارد لكن أعطيناكم يعني أنا توقعاتي الشخصية أن الموضوع لن يحدث أي تغيير في ترتيب الدوري لأنه أنا ماني متخصص في الجانب القانوني ولا أريد أن أدخل في بحر القانونيين وعلى الأسف الدوري السعودي صار النجوم والقانونيين ما هم المدربين يعني هذا الدوري انصرف عليه مئات الملايين ومليارات عشان يكون نجومه المدربين نجومه نونو سانتو نجومه كريستيانو رونالدو نجومه سالم الدوسري نجومه حمد الله لا نجومه المستشار القانوني في نادي كذا ومكتب المحامات في المكتب ورئيس لجنة والمحكم وش هالدوري ذا؟ وش الدوري ذا؟ لكل أهم نجومهم المحاميين والقانونيين يعني ما احترامي تقديري موجودة في كل العالم في قضايا تصير مرة في الموسم مرتين احنا ما شاء الله مبريات في الملعب وقضايا يعني واللجان تشتغل أعتقد لجان الاتحاد السعودي والجهات القضائية في الرياضة السعودية تشتغل أكثر من أي قطاع رياضي في أي مكان في العالم لأنه في ناس يبون في الملعب ما خلاص في الملعب وزبطها مكتب يعني نحاول نتنافس بأي طريقة يعني أفوز عليك في المباراة تفوز عليك في المباراة يعني أجيب مدرب أجيب لاعبين أجانب أسوي برنامج عداد صفقات قصة وممكن لا اثنين محاميين شطار بلا يا عمي بلا مدرب بلا لاعب احنا نجيب الدوري يا حبيبي بمذكرة تفسيرية الله العظيم يعني نقول لنا الله يعين عموما بيجي واحد يقول لي ألا يعني أنت ما طالبنا من طالب بحقوقنا يعني ما حقوقك فالأخير هي كورة يعني نبغى ننبسط نبغى الكورة تكون في الملعب جميل يقول لك لا نريدها بعدالة المشكلة الجو هذا ما ينفع مع كل الأندية يعني فيه أندية لو طلع رئيس النادي وقام يتكلم عن لجان وقضايا قانونية الجمهور يقلب عليه ما يقبل بس فينا أندية أخرى لما تقول الخطاب هذا تجدوا على المزاج العام يعني فيه جمهور يبغى الإنجاز إن شاء الله باحتجاج وفيه جمهور لا يبغى الإنجاز بإبداع داخل أرض الملعب فسبحان الله يعني نشوف الجمهور ناس كذا وناس كذا وناس عقليات وكذا وناس عقليات وكذا وكلهم بعقله راضي رحب يضيف حلقتنا اليوم والله تطورات مهمة تطورات مهمة يمكن تعطينا أيضا يعني تفاؤل بالمرحلة القادمة لو صار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي دور في إدارة الأندية السعودية الكبرى طيب نيو كاسل يعني يا وليد مش هالمدح هذا يعني نيو كاسل خمس سنوات الأخيرة كيف كانت ترتيبة في الدوري الإنجليزي عشان نعرف بس حجم التغيير اللي صار في دوري 2018 دوري الإنجليزي كان العاشر في 2019 صارت 13 يعني تهدد والخطر 20-20-13 في 20-21 صارت 12 في 20-22 الـ 11 في 20-23 الثالث مش قنفزة هذه حتى بلغة الأسهم هذه مش نسبة هذه يعني هذه أكثر من النسبة جمب هذا كأنك تقول كنت أنت يعني لو سوينا مثال للدوري السعودي يعني كأنه أبهى قفز وصار بدال الشباب في الثالث في أول موسم تطويري يعني شيء الحقيقة يبغى لرقاش وفهم واطلاع وما رح نلاقي أحسن من الأستاذ خالد ربيعان كاتب الاقتصادي المعروف واللي اعتبر الحقيقة الفترة الماضية نشر الكثير من التغريدات والمقالات عن تجربة نيو كاسل ومطلع فيها بشكل كمير أستاذ خالد ونورة شاكرين لك حضورك وسعداء دائما بوجودك معنا الله يحييك أبو بدر ومسي عليك ومسي على السادة المشاهدين ومسي على ضيوبك الكرام لاستقال الغالين عليك الله يحييك طيب السؤال بالنسبة تجربة نيو كاسل شوف تجربة نيو كاسل تجربة فريدة من نوعها يعني أكثر المتفائلين سابقا بالاستحواذ السعودي كان يقول بعد أربع سنوات سيوصلوا لدخول لأبطال أوروبا بلكن الكوادر السعودية أثبتت جدرتها أثبتت قوتها أثبتت تميزها في موضوع الاستحواذ وفي موضوع الإدارة أيضا لهذا النادي الكبير طبعا النادي الآن رتبعت قيمته السوقية النادي رتبعت اللاعبين رتبعت قيمته السوقية البلد ستكون مدينة نيو كاسل ستكون مصدر السياحة ستكون كبيرة في المراحل القادمة أيضا سينعكس هذا الكلام على المملكة العربية السعودية المالكة الحقيقي اللي نادي نيو كاسل سينعكس انعكاس كبير جدا على السعودية على السياحة السعودية على السعودية كيف هي ستكون في منظور العالم من خلال قوى الناعمة والأشياء اللي ستسويها السعودية بالإضافة إلى الموجود عندنا طبعا الشراء اللاعبين طبعا ستكون المرحلة القادمة أيضا مرحلة حساسة أيضا في القادم من خلال الصفقات القادمة للنادي نيو كاسل أيضا التسويق القادم للسعودية زي ما قلت لك سيكون ينعكس من خلال نادي نيو كاسل السعودية صندوق الاستثمارات العامة يعني مغافل عن الموضوع هذا سيكون التسويق للمنملكة العربية السعودية كبير جدا في المراحل القادمة أيضا مداخل ستكون المداخل ارتفعت سترتفع كثير مداخل النقل التلفزيوني مداخل الأندية مداخل الدخول إلى بطال أوروبا أيضا اللعب بطولة أبطال أوروبا يعني شيء كبير جدا بينعكس على النادي العكاس كبير جدا من ناحية المداخل من ناحية التسويق من ناحية الاستثمار من ناحية اللاعبين أيضا لبروزهم والعالم كله سيشوفهم أيضا الاستثمار بالدورة الإنجليزية يعني السعودية من يوم تكلمت على الاستحواذ على نادي نيوكاسل أن تتكلم عن استحواذ يساوي 10% من المعروضة الآن لمنشستر يونايتد منشستر يونايتد الآن معروضة على 5 مليار دولار الآن نيوكاسل يمثل 10% أو قل 10% من الصفقة وهذا تحسب للمملكة العربية السعودية وسندوق الاستثمارات العامة بقيادة الاستاذ ياسر ميان لأبدع من خلال المفاوضات من خلال الطريقة التي تعامل فيها بمفاوضات مع الكوادر السعودية الموجودة للنادي فيه يعني أنا انتهى وقتي بس خليني أسأل الضيوفني كل واحد منه في نص دقيقة ماذا تتوقع لما سيصدر من مركز التحكيم السعودي غداً أحمد الفيد إيش تتوقع سيرفض الاحتجاج صالح برخاء لا شيء يعني نفس الموضوع الأول سيرفض الاحتجاج سابي الحريري أنا أتوقع يرفض الاحتجاج ولكن لماذا الاحتجاج يعني يعني بصراحة ما احترامي قبل عشرين سنة النصر ذهب العالمي بالتصويت باعتراف مدير المكسل الإعلامي للنصر الآن بعد ثلاثة وعشرين سنة المنجز أمامك وانت جالس تبحث عن نقطتين انت أصلا ضيعت أكثر إذا تفرق معي في سلم الترتيب ليه ما تفرق معك في سلم الترتيب في حق في حق أنك تأخذها في حق أنك تأخذها لكن في حق أول لجمهور النصر بأنك تحافظ على الجهاز الفني وتحافظ على استقرارك لا تبحث على الحق الرابع وتترك الحق الأول بأنك تقدم فريق مميز ومدرب مثل غارسيا أنا سويت حصية بسيطة ببدل العجالة في 13 أبريل أبعد غارسيا سويت مقارنة بين غارسيا ونونو سانتو الأول والثاني تخيل غارسيا خسارتين وخمسة عادلات نونو سانتو خسارة واحدة وست عادلات بس إش الفرق إن المار الحالي كان صبور كان عنده نظره على مدى طويل وحافظ على استقرار الفريق وحقق المنجز سالح منخات عليك أخير إذا في نقطة بس المفروض أنها تثار أنه احتجاج النصر بعد المباراة كان المفروض يكون احتجاجه على كسب نقاط المباراة فقط الآن نسمع الحصول على نقطتين أعتقد ما لا وجه حق في كل أمانة بصراحة الاتحاد لما يذهب عليه نقطتين قبل نهاية الدوري بجولتين قبل نهاية الدوري بجولتين أنت أين؟ إذا؟ لا بس وين القرار هذا من السابق يعني هل أنهم لازم تعيش لازم تعيش لازم تعيش الأكشن لازم تعيش الأكشن وتقعد على عصابك لين يوم الخميس عشان الويكند يكون ويكند سعيد على الناس ويكند ينكد ناس وفي ناس لا لهم ذي ولا ذي أنا وحمد الفهيد مو فارقة معنا أنا بروحه بحر وهو بيروح العمارية بيكون يتبع القرار لينا تعيش يتبعيش قرار ريالة العيد ليلة العيد لا يوجد قرار في تلك الكورة السعودية في ليلة العيد للحالة شا تقول الست ليلة العيد جحفلتين جحفلتين شكرا لك صالح بن خاع أحمد الفهيد أحبك العابية شكرا ريح العمارية بس ممعلم شكرا سامي الحريري شكرا 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 عمد الساري بدت يا أحمد الفهيد تجيك الإجابات على الهاشتاغ هذا المشاهد يقول ذكرتوني بإقالة سامي وخصص ها سامي الحريري دور الاستثنائي اللي ذكر دور الاستثنائي ثلاث رؤساء للهلال التغيير وثلاث مجانع الكامل لا نتحدث عن الموضوع يعني أنا أقول لمصلحة رياضة الوطن من قدم عربون النجاح يجب أن يستمر نحن جالسين نعمل كعمل لمنظومة كاملة يعني نتمنى النجاح لجميع الرؤساء من أجل رياضة الوطن اللي قدم عمل وشاهدنا عمل عرض الواقع المفترض أنه الجميع يدعمه وأولهم يعني الدولة حفظها الله وزارة الرياضة كل شخص قدم نجاح يجب أن يدعم في الفترة القادمة يعني أعطيك مثال سعود الرشودي يعني سعود الرشودي يوصل بالتعاون إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا اليوم أصبح عنده خبرة في المشاركة الخارجية خبرة في التعاون مع دوري أبطال آسيا أنت ممكن تأتي برئيس جديد ويدخل ويقع في نفس المطب اللي هو مطب الضغوطات ومطب عدم التعامل الجيد مع دوري أبطال آسيا بسبب أول مشاركة ولكن عندما يشارك مرتين ثلاث ربما يحقق منجز للرياضة السعودية نحن بالأمس سمعنا تصريح تاريخي وجميل كريستيان رونالدو لما يتحدث بأن الدوري السعودي سيصبح من أفضل خمسة دوريات عفوا على مستوى العالم ولكن كانت تصريح مشروط تصريح مشروط بماذا؟ إذا استمريتم على هذا العمل على هذا النهج نتحدث عن اللاعب كبير وقيمة كبيرة الرياضة السعودية ولديهم الخبرة والدراية الكبيرة يتحدث بخبرة عن دوري هو يلعب فيه بأنه إذا استمريتم على هذا العمل كيف سنستمر على هذا العمل؟ بتواجد الشباب اللي لديه الشغف بتواجد رؤساء الأنديا اللي شاهدنا عربون النجاح اللي قدموه لأنديتهم لذلك أنا أشوف أنه أي رئيس نادي قدم عمل سابق طوال أربع سنوات عمل مميز ونقل فريقة ملفات استثمارية لملفات تحقيق منجزات على الأرض الواقع المفترض بأنه يستمر عبد القادر يعني ملف مهم جدا وهو قضية رؤساء الأنديا كثير من رؤساء الأنديا يعني الآن لو حضر معي فهد بن نافل وجبت معي أنمار الحائلي وجبت خالد البلطان عشر رؤساء أنديا وجبتهم وتسأل أي سؤال عن الموسم القادم ما عنده إجابة ليه؟ لأن فيه كلام طبعا الأنديا هذه عشر أنديا رح تنتهي فترتها الرئاسية بعد أقل من أسبوع مع نهاية الموسم هؤلاء الرؤساء حتى الآن لا يعلمون هل بيقعدون رح يسمح بتجديد هل رح يسمح بالتمديد رح يمددون لهم شهور هل في رؤساء جدد جايين هل صندوق الاستثمارات العامة رح يدخل يستثمر في الأنديا السعودية كيف رح يستثمر هذه الأمور كلها محتاجة تمهيد تمهيد للرأي العام عشان الناس ما تجي في ليلة طيق ترى صندوق الاستثمارات استحوذ مش عارف ما تقدر تبلغ الناس الجمهور جمهور عاطفي ما رح يتقبل أي شخص يعني لو جينا حين قلنا والله الجهة الفلانية رح تستحوذ على نادي الهلال وبتحط فلان رئيس بيجي الجمهور يقولك مين هو الرئيس والله معنا المهندس فلان الفلاني خريج هارفرد تخصص لا يا حبيبي هارفرد عند هارفرد هذا هلالي ولا مش هلالي لا هذا عنده سيفي حقه أدار مجموعة ما في أدار هذا هلالي أنتوا جايبين عشان النصر نفس الشي بس النصر لسه مسلي باقي لمدة نادي الاتحاد تخيل تيجي تقول والله لا إحنا أنمار الحايل وإدارة نحن بندخل المهندس البروفيسور السعودي فلان فلان يخريج في مجال الاقتصاد على صح على عيني وراسي اتحادي هذا أول حاجة إيه اتحادي ويحب الاتحاد طيب اثبت لنا طيب وقراراته يصير كل قرار يحطه فبالتالي هذا الملف يليت بشكل مبكر يتم توضيح على المشاهدين لأنه هذه أندية جماهيرية وتشكل على أقل لو أخذنا مثال الهلال والاتحاد على أقل تشكل 70% من الشارع الرياضي فبتكلم على الملف جدا حساس ونحن مش ناقسين أي ظنون من الجمهور العشر رؤساء الأندي أو رؤساء